وَمُوثِرُ مَحْبُوبٍ سِوَى اللَّهِ قَلْبُهُ مَرِيضٌ عَلَى جُرْفٍ مِنَ الْمَوْتِ وَالْعَمَى الحقيقة أن هذا يرجع إلى آخر ما ذكره في البيت السابق عندما ذكر إيثار المحبوبات أنت الآن تختار الإيثار نوع من اختيار هل تختار ما يحبه الله أم تختار شيئا آخر هنا محك لصحة القلب وسكمه وهنا أكد على هذا بقوله وَمُؤثِرُ مَحْبُوبٍ سِوَى اللَّهِ قَلْبُهُ مَرِيضٌ عَلَى جُرْفٍ تعرفون الجرف إن هذه حتى في العامية نستخدمها وهو مكان على طرف الجبل يأكله السيل يجرفه فهذا الإنسان كأنه على هاوية كما نقول بالعامية على مكان يشك أن يسقط لماذا؟ لأنه آثر سوى الله سبحانه وتعالى وهذا ما سببه؟ ضاعف معرفة الله فنرجع ونقول من عرف الله أحبه واشتاق إليه وأناب إليه إلى غير ذلك ومن ضاعف معرفة الله يؤثر الإنسان أحيانا أمورا يحبها مع أن الله سبحانه وتعالى لا يحبها وهذا الرجل الذي اختار هذه المحبوبات يكون في حالة خطيرة نسأل الله السلامة لأنه على جرف من الموت والعمى نعم نعم